قصة علي جاسم هذه القصة التي تصدرت الرأي العام تصدرت كل العناوين قصة ربما نشعر فيها بالخجل من نهايتها أسرع قصة احتراف مربيها لاعب عراقي طبعا الكل يعرف أنه علي جاسم كان لديه الرغبة الكبيرة بالاحتراف في أوروبا وخصوصا مع وصول عرض نادي جينك البلجيكي طبعا المفاوضات بعدما وصلت لمراحل متقدمة لاعب رفض العقد البلجيكي سبب رفض العقد هو توقيع مع شركة عالمية لتسويق اللاعبين وسبب توقيع لهذه الشركة ورفض أنه يروح مع نادي جينك البلجيكي بصراحة سأقولها لأول مرة هو بسبب لاعبين سابقين من المنتخب الوطني اللي حاولوا وأثروا على قرار اللاعب باعتبار أنه عوف بلجيكا خليك في تركيا تركيا العقد أفضل تركيا قريبة تركيا بها عراقيين وعرب منها التفاصيل إلى أن لعبوا بدماغة وخلوا يقتنع ويرفض العقد البلجيكي وصل بمفاوضات جديدة مع انطاليا سبورت ومشى مع هذه الشركة الجديدة لأنه هذه الشركة الجديدة لعبوا براسل ولد ليش لأنه قبل الاتفاق مع جينت البلجيكي ونادي الكهرباء ماكو أي عمولة ماكو أي سماسرة الموضوع دايركت ما بين الكهرباء وما بين نادي البلجيكي وبالتالي تروح الفلوس لنادي الكهرباء أما من يدخلون لا تجي الحصص وتتقسم وهذه التفاصيل مع العمولة المهم مشى بموضوع انطاليا سبورت ووصل لتركيا بعد وصوله بساعات فقط طلب فسخ العقد والعودة للعراق وسط صدمة للكثيرين أولهم النادي التركي ثانيهم عائلته وحتى المقربين من علي جاسم ردفع الغريب كان حتى انك متلقين انه شونه صار لك ساعات وصلت وتريدت فسخ العقد المهم صارت محاولات من عائلته وايضا من مدربة لأي صلاح اللي حاولوا بأي طريقة انه اصبر انتظر تحمل بعدك هسه وصلت فالرجل حاول 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 جمع نفسه إلى ثاني يوم موقع العقد بشكل رسمي ودخل للتدريبات لكن مع انتهاء التدريبات رجع من جديد على جاسم وذهب مباشرة إلى مدربة نوري شاهين قال لأني هذا العقد لازم أنهيه وأنا ما أقدر أبقى في تركيا ولازم أرجع وإذا رفضت أنا مستعد أرجع ماشي إلى العراق فحاوله وياه أنه شل الموضوع قال لأني ما أقدر ما أتحمل القضية خصوصا اللاعب يعني ما يحكي لانجليزي ولا يحكي تركي ما ويا أحد لا من عائلته وحتى وكيل أعماله ما وصل يمه وعافه فهذه القصة إلى هنا القصة اللخ اللي لازم تنحش بيها أنه علي جاسم تورط ورط نفسه ورط غيره لأنه هناك تفاصيل رح نكشفها لأول مرة فيما يخص عقد النادي البلجيكي عقد النادي البلجيكي كان فيه ضمان لنادي الكهرباء أنه هذا اللاعب موسم أو موسميا سينتقل إلى أفضل الأندية في أوروبا وتكون حصة نادي الكهرباء 20% من قيمة الانتقال الثاني لأي مكان يروح له بأي عقد تكون حصة نادي الكهرباء 20% لكن قرار اللاعب احترمه إدارة الكهرباء أنه خلص بما أنه ربما وضع المادي عقد أفضل ماليا لكن هو ماليا مو بالقيمة الكبيرة هو الرجل عقده كان 150 ألف دولار مع عدل بطاقة الدولية فهذا اللي من ضمن التفاصيل المهمة اللي نتكلم بيها اللاعب انصدم في تركيا بأشياء خلته أنه يستعجل بطلب فسخ العقد وصد حد البكاء طبعا واحدة من الأمور أنه كانوا متفقين على حسب بنود العقد أنه الضريبة ما تشمل علي جاسم هو ما لعلاقة بقضية الضريبة لكن مرة حنصدم أنه السيارة اللي يأخذها الضريبة على علي جاسم السكن الشقة اللي يأخذها الضريبة على علي جاسم الراتب اللي متفق عليه شاف شكل ثاني غير المتفق عليه في بداية الأمر فصفا للموضوع حس روحا أنه وحده منضحك عليه من قبل يعني الوكيل الأعمال العراقي الموجود في تركيا أعتقد اسمه ماهر لأنه هذه الشركة العالمية يعني عدها فروع يعني اللي لازم تركيا مثلا فلان اللي لازم كريستين أعتقد لازم أوروبا هذا الشكل فمن راح شاف لا وكيل الأعمال يمه لا أهل يمه لا أحد يمه وشاف القضية أنه لازم يدفع ضرائب والقيمة انخفضت الولد انهار وقال خلاص بالنسبة لي ما أبقى يوم واحد اتصل بسيد علي الأسدي رئيس نادي الكهرباء اتصل علي أكثر من مرة السيد علي الأسدي ما جاوب عليه لأنه كان ماخذ منه موقف بعد اللي صار بتقديمه كان مفوض يقدمونه حفل توقيعه لنادي جنت البلجيكي علي رفض وما حضر فبالتالي صار موقف عليه بالنسبة للسيد علي الأسدي لكن تخيلوا أنه موقف السيد علي الأسدي موقف كبير وكبير جدا يستحق عليه التحية والاحترام يعني لا أبتصل بي مدربة لأي صلاح وبلغ أنه لازم توقفولي انهولي طلعوني من هذه الورطة من هذه الأزمة فخلصوني بأي طريقة وأنا مستعد كل شي أسوي رجل له اي صلاح اتصل لرئيس النادي وبلغ أنه لازم نوقف العلي السيد علي الأسدي قالها بصريح العبارة علي مثل وليدي وما رح تركه أبدا وآني رح أخلصه من هاي الكلاوتشية بالنص يعني فبالتالي أنه وكيل الأعمال السماسرة يضغطون على إدارة نادي الكهرباء لتتنازلون عفولي أنه وقع أربع سنوات والمئتين ألف يورو تروح من عدكم السيد علي أسدي رفض هذا الموضوع وقال أنا مستعد رجع الفلوس للنادي مقابل عودة علي إلى أهله أو إلى النادي أو إلى أي مكان أخلص من هذا الموضوع فأكو تفاصيل أخرى طبعا صايرة بهذا الموضوع من بينها طبعا لأي صلاح حتى تصل بمدير الفريق التركي تكلموا يا بنص العبارة قال إحنا القضية تفهمناها لأنه كثير من اللاعبين يجون بهذا العمر حتى أفارقة ويوم ويومين يطلبون نفس الطلب تختلف عليهم الدنيا لأنه وكيل الأعمال من مجرد أنه يوصل لتركي ترك ما لا علاقة به أنت وربك أنت والنادي ما لا علاقة يسحب نفسه من الموضوع فاتكلموا يا قل لهي شي قضية احنا متفهمين وبنية صادقة هسه من خلال كلامكم أيضا لكن عدنا شرط واحد لعودة علي جاسب من العراق وقضية فسخ العقد من باب حسن النية لأنه وكلاع الأعمال دائما يكونون يعني ما رد انعمم على الكل لكن النسبة الكبيرة منهم يعملون بالحيلة يعملون بتفاصيل كثيرة مقابل الاستفادة والحصص والنسب فقالوا عدنا شرط واحد الشرط أنه علي جاسب إذا عاد للعراق ما يحترف بأي مكان أي دولة ما يحترف مننا لنهاية الموسم يعني نعرف أنه حسن النية وأنه الموضوع حقيقي وهذا طبعا من حق النادي بالمقابل أعطوهم الضوء الأخضر قالوا لهم نعطيكم معد وإذا احترف علي جاسب طبعا على نادي الكهرباء أن يدفع 200 ألف دولار إلى النادي التركي فنادي الكهرباء وافق مقابل بس انهاء القضية وحسم الجدل في هذا الموضوع وبالتالي علي جاسب وصل للعراق موجود للبيت وبالتالي هي قصة كانت غريبة كثير تنمروا على اللاعب لكثير انتقدوا بطريقة جارحة ومع هذا علي جاسب واللي صار لي علي جاسب هو درس كبير في حياته درس نتمنى يتعلم منه للمستقبل ونتمنى أنه ما يأثر أيضا على مشوار القادم إذا كان مع الأندية أو مع المنتخبات الوطنية شيء بشيء يذكر أنه الاحتراف هو ليس الذهاب للنزهة ولا الاستعراض ولا الاستفادة المالية الاحتراف هو عقلية احتراف تغيير أسلوب حياة الاحتراف إرادة وإذا رد نذكر فالمثال مقرب شوف علي عدنان الرجل أيضا من بغداد إلى ريزة سبورت التركي ومن ريزة سبورت انطلق نحو الاحتراف وما عاد أبدا وتشوفون اتنقل من تركيا إلى إيطاليا وراح الكندا وراح للدنمارك وراح الروسيا والآن في إيران موجود وكان يقدر يرجع بأي سعر لطلبه من قبل الأندية جماهرية لكن أكو إرادة أكو تصميم أكو اختلاف بالعقلية وأيضا بعض اللاعبين ما رب نذكرهم يمكن نفس حالة عدي جاسم إذا نذكر محمد قاصد يجاع عقد محترم من نادي أوروبي مباشرة رفض العقد قالوا ما أنا ما قدر أحكي ما قدر أعيش هناك فهي موضوع باختلافات وبكثير آراء مع هذا نتمنى كل الخير لعلي جاسم ما أريد نقصي على اللاعب بشكل كبير لأنه قنة علي جاسم ورّت نفسه تورّت ورّت غيره ورّت النادي التركي ورّت الكهرباء ورّت أهله ورّت حتى الناس اللي كانوا داعمين إليه ويتمنون يشوفونه في أورطة تورّت ورّت أهله 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 ورّت أهله